تكثير سواد أهل الباطل اخترار الناس بهذا الفعل هذا يا رك تحضر يحضر وهذا مشكلة ثم الكفار أهل الباطل يقو على هذا الفعل وبعد هذا ما تستطيع تحاله في الأول يدرس نحو ويدس لك السم في العسل وفي الآخر الأمر انتهى الأمر وهناك رأس من رؤوس الخوارج السبب أنك احتزوج أولا وقال لعلها ترجع للسنة فرجع نسرع في السلام إلى الباطل احذر يا أخي لا تقرب هؤلاء أبد إلا أنت تؤثر ولا تتأثر هذا اللي يقول لك هنا أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي في مسجد ذراء مسجد ذراء لماذا بني لأسباب أربعة كفر وإرصاد والتفريق ومحارب لا تقم فيه أبد لماذا تكثير سواد أهل الباطل كفر وإرصاد والتفريق ومحارب كل مسجد أسس على الباطل لا نقوم فيه طيب يأتيك بعد قال لا استطيع كان يستطيع النبي صلى الله عليه وسلم يحول مسجد ذراء إلى مسجد أسع التقوى يطرد من فيه من المنافقين وعيد رجل من الصحابة كمعاد رضي الله عنه يصلي قال لا عندنا قاعدة عند الفقهاء اتلاف المال حرام وحلال هذا لو طلع الآن دنانير وحرقها حرام حرام لكن إذا كان لمصلحة راجحة يصح أن يتلاف المال أمر النبي صلى الله عليه وسلم بهدمه وحرقه اتلاف للمال نعم ما هي المصلحة حتى لا يحد يتذكر الشئ ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل نذر رجلا أن يمحر إبلا ببوانا اسم مكان قال هل كان كان يعني انتهى لأن هذا الآن لو يأتي لهذا المكان وكان فيه عيد في القديم معنى هذا أن يبعث لنا الأمور الشركية وهناك في هذه الأيام من يبعث الأمور الشركية مرة تنتهى قال أين المكان الذي كان يعبد فيه كفار مكة اللاج العجزة ومناء قلعي في المكان إذن معنى هذا لو اجتمعنا في هذا المكان نبعث الأمور البدعية والشرك هل كان فيها وثن؟ قالوا لا هل كان فيها عيد من عدم؟ قال قال ألف من أدرك يعني لو قال نعم قال لا وانت تعرف أن بعض الناس في هذه الأيام يبعث الأمور الشركية لانتهت وقال كنا نصنع في الماضي ليتنا نعيد تراث الأجداد والأضاء أعوذ بالله عادات ما تخالف الشرع لا أشكال فيها عادات تخالف الشرع لا يمكن أن تعيد هذا الأشياء لاتمغت وانتهت فما بالك لو كانت قائمة فنحضر أخواننا من هذا نعم قال باب من الشرك نذر لغير الله باب من الشرك الأكبر نذر لغير الله نعم قال باب من الشرك الاستعادة بغير الله النذر لغير الله هو في اللفظ كالحلف بغير الله لكن الحلف بغير الله منه ما هو أصرر ومنه ما هو أكبر حلف بغير الله الأصل فيه أصرر لقد كذا أصل إلى الأكبر قالوا له سرق السمكة أو كنا وقالوا له اتقي الله تسرق السمكة قال والله ما سرقت ولا أكرت حلف بالله قال احلف بالتجار قال لا ما استطيع إذن هذا يعظم التجار أكثر من تعليم الله شرك أكبر هذا الحلف بغير الله النذر لغير الله شرك أكبر نعم بعد هذا قال باب قال باب من الشرك الاستعادة بغير الله الاستعادة والاستعادة والاستغاثة والشفاعة مثل الدعاء الدعاء عندنا دعاء عبادة أي عبادة تصرف لغير الله شرك أكبر صلى صامح حج لغير الله شرك أكبر الثاني دعاء مسألة دعاء طلب انا اقول لهذا الاخر اعطني كاسة ماء طلب اذا كان هذا الطلب لا يقدر عليه ان الله شركة كبر تأتي مرأة لقبر وتقول تطلب منه الولد الزلغيت شركة كبر اما الطلب فيما يقدر عليه اطلب من المخلوق شيء ان يقدر عليه الصح بشروط اربع حي وحاضر وقادر اعتقد انه سر حي خرج به الميل حاضر خرج به غار وفي الكويته نادر الولي في الهند في افريق قادر يطلب من عاجز انسان مشلول اقول له اعطني كاسة ماء ما يمكن الرابع اعتقد ان هذا السبب لا يضر ولا مفع مثل الدعاء الاستعانة اقول للشيخ اعني في حمل هذا الطلب يصح بالشروط الاربع حي وحاضر وقادر استعانة استعادة استغاثة غريقه في البحر ينادي هذا على الشاطئ يقول يا فلان اغثني يتسر على الدفاع المدني حصل حريقه يصح يصح بالشروط الاربع شفاع جاء رجل الشيخ قال الله يرضى عنك تكتب لي شفاع اقبل في الجامعة يصح قال يصح بالشروط الاربع اختل شر ينتقل الحكم من الجواز الى الشرك الاكبر نعم قال بابه قال بابه من الشرك يستغيث بغير الله يستغيث يقول او او يدعى غيره هذا معناه ان الدعاء الاستعانة استعادة استغاثة شفاعة مثل باب الدعاء انتهى الان والله اعلم من القسم الثاني تفسير التوحيد فسر التوحيد بغده فسر التوحيد بماذا؟ بنواع الشرك الاكبر في تفسير التوحيد ولبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء ودفعه صح؟ والشرك فيه في ماذا؟ في الرقية وفي التمام وبعدين ذكر لك الشرك في التبرق والشرك في الاستعانة واستعادة واستغاثة وشفاعة ودعاء والشرك في الذبح والنذل لغير الله وقال احذر من الشركيات هذة تمام؟ فسر لك التوحيد بغده بالشرك نعم الان دخل في القسم الثالث صحيح؟ اذا اخترت علمي الان دخل في القسم الثالث ما هو؟ أراد أن يبين أنه لا أحد يستحق أن يؤبد إلا الله لا النبي صلى الله عليه وسلم ولا الملائكة ولا أحد يستطيع أن يشفع إلا بإذن الله ولا يستطيع أحد أن يملك هداة التوفيق إلا الله إذن لماذا نعبد غير الله؟ لماذا يعبد النبي صلى الله عليه وسلم؟ وقد قال عليه الصلاة والسلام جمع الناس وقال لا أغني عنكم من الله شيئا فإذا صرحه وسيد المرسلين عليه الصلاة والسلام بأنه لا يغني شيئا عن سيدة نساء العالمين فاطمة رضي الله عنه قد سليني من مالي ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا وآمن المرأة لا يشك المرأة أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقول إلا الحق ثم نظر فيما وقع فيه خواص الناس اليوم تبين له غربة الدين وترك التوحيد يعبد غير الله؟ والله عبد من دون الله حتى الكلاب سقط الطائرة في الحرب العالمية في منطقة من المناطق كافر سقائي الطائر وجع هذا القبر إلى يومنا هذا يعبد من دون الله هل تستطيع أن تعبد جيفة؟ جيفة نتنة وتترك عبادة الله سبحانه وتعالى في القديم كان يعبد من دون الله صالحين وأحجار والشياء لا تعسلتها حذر في القديم الآن يعبد من دون الله من هو من الفسقة المناحدة كفار يعبد من دون الله ولا أحد تكلم ولا أحد يمكن والله لو سبت الكويت أو سب فلان من الناس والدك مثلا أو القبيلة والعشيرة أقمت لها الدنيا وما قعدتها أما يسب رب العالمين يشرح بالله نعم هناك من يستأسب دين الإسلامي ولا تتكلم انتبه تكون وسط إنكار وسط يعني ليس معناه هذا تقتل تشب تشتم أو تقل تسكت لا وسط وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفروا بها واستهزئوا بها فلا تقعدوا من حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلا إذا النبي صلى الله عليه وسلم لا يعبد إذا غير من باب أولى فبين في هذه الأبواب بطلان عبادة النبي صلى الله عليه وسلم شج النبي صلى الله عليه وسلم في أحد لا يغني عن نفسي شيء إذا لا يغني عن لا يستطيع أن يغني عن غيره من باب أولى الملائكة عليه وسلم أقرب الناس إلى الله يحصل لهم عند خلام الله بطلان عبادة الملائكة علي مساء غير من باب أولى الشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لا يستطيع أن يبدأ بالشفاعة يوم القيامة حتى يأتي الإذن من الله قل لله الشفاعة جميعا إذا بطلت عبادة النبي صلى الله عليه وسلم نطلب الشفاعة من غير الله إنك لا تهدي من أحببت هداية التوفيق الدخول إلى الدين فقط لك هداية تبين للناس أما دخول الناس في الدين الإسلام تخراج أحد هذا لا تقدر عليه إذن بطلت عبادة النبي صلى الله وسلم الهداية بين دي الله التوفيق بين دي الله سبحانه وتعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي ما يشاء إذن عند الأبواب أربعة ذكرها المؤلف حتى يبين لك بطلان عبادة الأول بطلان عبادة مساء الله فقال ما سوى الله الأصنام والنبي صلى الله عليه وسلم هذا الباب الأول قال قال باب القول الله تعالى أن يشركون ما لا يخلقوا شيئا وهم يخلقون لا لا تخلق كيف تعبر وهم يخلقون مخلوق مفتقق إلى غير نعم هذا الباب الأول بطلان عبادة مساء الله بطلان عبادة السلام بطلان عبادة النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب ولا يستطيعون لهم نصر ألا يخلق نعم قال باب القول الله تعالى حتى إذا فزي عن قلوبهم قالوا ماذا؟ قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير بطلان عبادة الملائكة وذبطت عبادة الملائكة عليهم السلام غيرهم باب أولى الباب الثالث قال باب الشفاعة بطلان الشفاعة أنه الشفاعة حق لله لا يملكها النبي صلى الله عليه وسلم إذا غيرهم باب أولى قال باب قول الله تعالى إنك لا تهدي من حذبت إنك لا تهدي من أحذبت نزلت في أبي طالب أحب النبي صلى سلم هداية هذا الرجل لكن ما استطعت حتى تعلم أنك بشر لا تضر ولا تنبع ماذا عليك؟ عليك البلاغ نعم إذا انتهى هذا القسم القسم الثاني بطلان عبادة ما سوى الله الآن كأنه سائل يقول للشيخ محمد بن عبدالهاب رحمه الله يقول يا إمام التوحيد عرفنا دعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم منذ أن بعث إلى أن توفاه الله حتى في فرش الموت يحذر من الشرك لماذا يقع الشرك؟ لماذا نرى الشرك في الأمة؟ ما السبب؟ نريد نعرف الأسباب حتى نحذرها ونحذر منها لماذا يقع الشرك في الأمة؟ قال أسباب وقوع الشرك ثلاث انتبه أخطر الأسباب ثلاثة أسباب عن أول قال بابو ما جاء أن سابب كفر بن آدم وتركهم دينهم هو الغلوف الصالحين الغلوف الصالحين هو سبب الشرك قديما وحديثا أول شرك حدث في الأرض بشبهة الغلوف الصالحين في قوم نوح عليه الصلاة والسلام لبس عليهم محبة الصالحين محبة الصالحين حق لكن الطريق باطل التصاوير وتماثين وعكوف على القبر وبعض الناس هدان الله إياه يضع في الجوال مدلا صورة الشيخ فلان وفلان لماذا؟ قال تذكر الوعي بن بازر رحمه الله أمر بهدم بيت محمد بن عبد الوهاب لماذا؟ رجل يعلم الناس التوحيد وينشر التوحيد ويأتي من أهل السنة من يذهب إلى الرياض إلى الدعية وكذا يقول أريد أرى البيت الذي كان فيه محمد بن عبد الوهاب لماذا؟ لماذا؟ هل هذا تغسلوا؟ هل هكذا هو دعي لهذا؟ لا إذن هذه محبة ما هي حقيقية هذه محبة باطلة كذاب هذه شركية مش علاك ببيت محمد بن عبد الوهاب فالشيخ بن بازر أمر بهدم بيت الشيخ لماذا؟ صيانة للتوحيد حتى تعرف أن هؤلاء من قال عنهم وهابية أرادوا نعلق الخلق الخالق سبحانه وتعالى وبعضهم قالوا والله هذه صورة بيت الشيخ مقبل رحمه الله ما أراد هذا الشيخ مقبل والله ما أراد أن ترى الكرسي اللي كان يجلس عليه المسلم لا أراد توحد الله هذا المحبة الحقيقية بعض الناس نهاية الدرس قالوا وين الشق؟ ايش تريه؟ قالوا قبل رأس الشق كذاب إلا من رحم الله الشيخ ما أراد أن تقبل رأسه هذا العلمة ما أقصد أنا العلمة رحمه الله أرادوا أن تأخذ العلم بحقه تؤديه تذب عن عرضه صحيح تدعو له في ظهر الغير هذا المحبة الحقيقية أما أقبل رأسه غداعش هذا ما هذا ما هي محبة إذن لابد أن نتوسط في محبة خلق الصالحين ونبه قلوا مجاوزة الحد إما مدحا أو قدحا وهذا الواقعين في اليوم إلا من رحم الله إما مدح أو قدح يسر ويشتب أو يتمسع يتبرك ويوقع ويسجب وأول جد حد هذا في الأرض إذن لابد أن نتلبل هذه المسألة الآن محبة صالحين كيف نحب الصالحين تحب محمد عبدالهام إذن لابد تتعلم كتاب التوحيد تعلم أما تذهب إلى بيته ويندرس وينكذب وينصنع له ولذلك تجد أكثر علماء يعني ما يتكلم عن تراجب علماء هو الأقصح أكثر من لا أعرف ترجمه محمد عبدالهام إيش يعنيني ترجم محمد عبدالهام لماذا نريد سيرة النبي صحيح هذا الميزان عندنا هذا رفع بماذا باتباعي للنبي صحيح إذن هذا المحبة الحقيقية هذا الأول أول شيء حدث في الأرض بشبهة الغلوف الصالحين إما مدحن وقتحن صوروا تباثينهم وعكفوا على قبورهم وطال عليهم الأبد فاعبدوهم بصلاحات والسلام نعم قال باب ما جاء من التغريغ في من عبد الله عند قلب رجل صالح فكيف إذا عبده يقول أن القبور الآن الأصل أن تكون القبور خارج البنيا هذا البقيع اللي ترى في المدينة كان خارج المدينة والدليل أحاديث كثير منها أن الذي كان يأكل ثم وبصل ينفى إلى بقيع وقال كان النبي صلى الله عليه وسلم يطيل في صلاة الضوء حتى يذهب الذاهب إلى البقيع القبور أين تكون خارج البنيا وداخل البنيا أين تكون مساجد لأن أهل السن يعمرون مساجد وغيرهم يعمرون المشاهد القبور تكون خارج البنيا نتوسط فيها لا إفراط ولا تفريق لا يمكن أن تكون أي عبادة عند القبور إلا فقط شيء واحد زيارة شرعية بشروقه زيارات ثلاثة أقسر شرعية بدعية شركية الشرعية أن ينوي بهذه الزيارة تذكر الدار الآخر أن لا يشد لها الرحم أن ينوي بهذه الزيارة الدعاء له وللأموات صفح عن الزلال أما إذا نوى دعاء الله عند الأموات زيارة بدعية نوى دعاء ألموات دون الله زيارة شركية إذا السبب الثاني من أسباب قبور الشرك التغليض الشديد في من عبد الله عند قابل طجل صالح إذا ما يمكن نأتي القبور إلا بزيارة شرعية بشروقه والقبور تكون بعيدة إذا من أخطر الأسباب القبور الثالث فلا باب ما جاء أن الغروة في قبور الصالحين يصيرها وثانا تعبدوا بدون الله ماذا نصنع في القبور نتوسط فيها لا إفراط ولا تفريد نرفع القبر مقدار شبر يسنم يوضع عليه حجر أو حجرين لا أشجار لا ورود لا جبس ولا رخان ولا غيره حتى الشيخ بن عبد الله رحمه الله يقول حتى السور لا يمكن أن نبني سور حول القبور إلا عند الضرورة نذع شبر حديدي سيار فقط مصابيح لا مصابيح ولا غيره لأن الغلوفي كبور الصالحين وصيرها الثانا تعبد من دون الله هذا السبب الثالث إن عندنا ثلاثة أسباب هي أسباب وقوع الشرك الغلوف الصالحين يعبد الله عند قبر رجل صالح يعبد الله لكن عند قبر هذا خطر فهم بالك إذا عبد صاحب القبر الثالث غلوفي كبور الصالحين يصيرها الثانا تعبد من دون الله الرابع أن النبي صلى الله عليه وسلم أغلق كل طريق يوصل إلى الشرك ونصح وبلغ وأدى وجاهد في الله حق جهاد لكن يقول ابن القيم رحمه الله أبى بعض الناس إلا أن يرتكبوا ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الغلو في الصالحين قالوا في الصالح عن عبادة الله عند قبر الجزائر عبد الله عند القبور الغلو قالوا في قبور الصالحين فليت شعي من أباح ذلك وأورط الأمة في المهابك فيا شديد الطول والإنعام إليك نشكو محنة الإسلام حتى المساجد أصبح يدفن فيها الصالحين لماذا؟ لأن المساجد لله وأن المساجد لله لم تصبح لله بعد المساجد قال لا تجعلوا بيوتكم قبورا لعنة الله على اليهود والنصار تخذوا قبور أنبيانهم مساجد إما بالسجود أو يبنوا عليها مسجد يحذر خاف على قبري عليه الصلاة والسلام نعم قال إذن هذه بواب أربعة في أسباب الشرك وفيها أن النبي صلى الله عليه وسلم أغلب وهذا من نعمة الله علينا أن كان النبي صلى الله عليه وسلم وصفه الله سبحانه وتعالى بقوله لقد جاءكم أي والله لقد جاءكم رسول من أنفسكم من المشكل عزيز عليه ما عندتم يشط عليه ما يشط عليكم حريص على هدائتكم لم يترك شيء أن يقرب إلى الله إلا وأمر به ولم يترك شيء أن يبعدني الله إلا ونهى عنه بعد هذا دخل المؤلف رحمه وتعالى في قسم جديد وهو القسم الخاص دحث حجة من يقول أن الشرك لا يقع في الأمة أو في الجزيرة قام بعض الناس زمن الشيخ محمد بن عبد الوهاب وقالوا لماذا تدعو للتوحيد في الجزيرة جزيرة ما يقع فيه الشرك تريد تدعو للتوحيد بره هطلع بره الجزيرة أو الشيخ لا يقع لا تقع فيه أمة محمد صباح سلم إلى أن تقوم الساعة عبادة الأصنام والذبح قالوا هذا ليس بالشرك أنت لا تفهم الشيء فرد عليهم بهذا الباب باب قال باب ما جاء لبعض هذه الأمة يعبد الأوثار باب ما جاء لبعض هذه الأمة ليس الكل يعبد الأوثار كيف نرد على هؤلاء من يقول لك أن الشرك لا يقع في الأمة في الجزيرة تقول هذا الكلام أنا لا أعرف ولا أفهم ولا أعرف الرد عليه لكن عند نصوص بينة وأنت من الذين سمى الله سبحانه وتعالى لي تتبع المتشابه وتترك المحكمة وأنا ما أسمع لك ولا أقرأ هذه الرسائلة فيها الباطل انتبه يا أخواننا هذه الأيام تأتيك رسائل حتى هناك من يشكك في كفر أخواننا والله موجودة لماذا نسمع لهذا؟ لو قال لك قائل الشرك لا تقع في الأمة في جزيرة تقول لا أسمع لك أنت من الذين سمى الله لي تتبع المتشابه تترك المحكمة عند نصوص بينة واضحة وأن القرآن والسنة أدلة كثيرة منها وقال النبي صلى الله عليه وسلم حتى يلحق حيث من أمة بالمشرك وتعبد فعال من أمة الأوثار وهذا الحديث الذي يستدل به هؤلاء هذا ما وقع في قلب الشيطان أيس الشيطان العبد المصلوم ترك الإغواء؟ لا ثم قد يكون هذا زمن الصحابة رضو الله عليهم قوية فيه إيمان وأيس من الكل لم يأس من البعض الصحابة رضو الله عليهم قاتلها الردة أين؟ أين قاتلها الردة؟ في الشام؟ في العراق؟ في الهند؟ في الجزيرة العربية إذن لو كان الشرك لا يقع في الجزيرة إذن قتال الصحابة المرتدين ليس بصحيح صح الفقاه في المذاهب الأربعة يذكر الأشياء حكم المرتد حتى ولو كان أين؟ في الجزيرة العربية حتى لو كان عند الكعنة ما الفرق بين هنا وهنا؟ مفهوم؟ إذن رد عليهم بهذا الباب عادة المؤلف رحمه الله أن يجبع لك المسائل ثم بعد هذا يفصل الآن بدأ يذكر لك أعمال شيطانية أن لا تظن أن الشرك شرك فقط لا تبعي يبدأ صغير يرتقي كظائر يرتقي أصغر حتى يوقعك في الأقل أول ما بدأ به الشيطان في قوم نوح عليه الصلاة والسلام بدعة ما هي البدعة الحق محبة الصالحين ابتدع في محبة الصالحين قال صوروا تماثئ لهم واكفوا على قبوله حتى عبدت من دون العقع في الشركة انتبه من الصغير تجرّت لكبال والكبال أصر أصر آدم عليه الصلاة والسلام نبي يقول بعض العلماء لو لم يذكر الله سبحانه وتعالى لنا قصة آدم عليه الصلاة والسلام في القرآن ما استطعنا نتكلم بكلمة ظل يوسوس حتى أوقع آدم عليه الصلاة والسلام يطرقك والله مترقب صد عليه كل الأبواب من بين أيديه ومن خلفه وعن أيمانه وعن شماله وقلها الشيخ لا والله ما سد فيه طريقه لا يمكن يملق الشيطان وهو هنا تلتج إلى الله هذا التوحيد لا تظن ترى بالعلم لا العلم لا يعصن من الوقوع في الشيط ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب ترى أن جيد ماذا سنع يؤمنون بالجبس إذن العلم لا يعصن من الوقوع الذي يعصن هو الله فهم نعم هذا التوحيد تلتجئ إلى من ولهذا قال لك الخوف لا تقول أنا موحد وما في التوحيد مثلي وأعرف التوحيد قبل أن تولد وقبل أن يولد هذا الجاه هنا يتكلم بالتوحيد صحيح لا تخار لابد تخار ومن يأمن بعد إبراهيم عليه الصلاة والسلام إذن بدأ المؤلف الآن يرتك بأشياء عند الناس ليست بشكل ولهذا تمشي الآن في الطرق في الآن سنة والله أشوف المفتاح السحي يا ولد يا ناجي ما في مشكلة مفتاح السحي موجود عندكم ما يوجد محلة مفتاح السحي موجود والتنويم المغناطيسي صح صح وألعاب وسرق وألعاب سحرية الملد يأتي للأب قال يا أبي اليوم أبأشوف فيلم كارتون قال إيش فيه قال فيه الساحرة الفلانية ما يتكلم الأب أمر عادي حتى كان عندنا المسابقة في هذا المسابقة تداعى المسابقة عن هوا ما هو اسم أكرمك الله كلبة الساحرة فيلم كارتون إذن عندنا فيلم كارتون تعليم السحر والتعويذات ولا أحد يتكلم والتوحيد عرفنا صح صح أو لا الصغير يطيح له سن وش يساوي يذهب إلى الشمس يستقل إلى الشمس يقول يا الشمس يا الشموس أخذي سني وعتيجي سن العجوزة ولا العروزة صح هذا عبادة الشمس عندنا فيه شجرة تعبد الله ما كل المخلوقات تعبد الله إلا الكفار سموها عبادة الشمس عوذ بالله كيف حتى الأشجار عبتوه لغير الله إخوانا تعبد الله ما يمكن تجعله عبادة الشمس تقول كيف عبادة الشمس عبادة الله تعبد الله لو تنظر فيها تقول سبحان الخلاة صح قال لا دوارة الشمس كويس مشي حالك دوارة الشمس كويس صح مشي حالك إذا أدخلوا لنا الشرك من حيث لا ندري أو أكبر بوابة لدعوة الناس للشرك بالله السحر الساحر يكفر ويريد أن يعبد الناس للشيطان ولهذا قال أعمال شيطانية الآن بدأنا في أعمال الشياطين أعمال الشيطانية علاقتها بالسحر السحر كفر أكبر بوابة لدعوة الناس للشرك بالله قال بابل عندنا مواقع اليوم والله أخواننا زمان كان الساحر وصول للساحر صعب جدا صح وين تحصل الساحر لأن تروح أفريقيا وممكن تموت أن تصل اليوم ضغطة زر تصل للساحر للكاه المنجم الرمال قنوات تعليم السحر تعليم الكهانة كل شيء موجود ضغطة زر ضغطة زر كفر أكبر تصل للساحر والمرأة تقول لصديقتها تشتكي هذه المرأة تكون الزوجة وتعبدني والله طالب وكذا وكذا تكون خلاص عندي مش عندي قالت والله أخلي أصبع في عندك أخاتم في عندك قالت تمام تمام قالت أنت ما تستنعي شيء قالي الثنين شركاء في الكفر بل صدق والناس يتكلم بهذا النساء عادي صح؟ عادي تنوين مغناطيسي عادي برمجة عصبية ما يقوله سحر اليوم برمجة عصبية العربة لوانية كذا 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 خفة يد خفة يد طيب غدا الصلاة والسلام يخرج الدجاب يؤمن كل الناس ما ناتوا بغد خطوات إذن عقد هذا الباب حتى تحذر من السحر وتعرف أن السحر كفة أكبر طيب عرفنا السحر قال باب قال باب بيان شيء من أنواع السحر الأول الأول معي شيء قال باب ما جاء في السحر ما جاء في السحر أنه الشرك أكبر انتبه وقد تظن أن السحر نوع واحد قال لا أنواع السحر أنواع وأراد أن يبين لك أن السحر أنواع قراءة كف ثنجان تنوين مغناطيسي برمجة عصبية وأشياء كثيرة نعم بعده قال إن من البيان إلى سحر الساحر تكلم بكلام معصول هذا رحل الساحر قال أنه لله وإن إليه راجعه من ألا والله أنت لازم تنتجه إلى الله صلى الله على نبيه محمد عليه الصلاة قال تعني توظى يا ولدي وعنده بول يتوظى منه وخلي هذا يتوظى منه قال صل القبلة هنا قال أنت مريض مسكين هذا القبلة هنا قبلة الشيطان وقال لازم ما تصلي ها أنا مريض قال لي مريض معذوق ما تصلي وتأكل ما تسمي وما تختسل من الجناعة ليش هذا تأتيك الشياطين يصير الشيطان هذه من علامات الساحر العقد مع النقل يكتب أباجاد حروف لأنه يكتب له بسم الله الرحمن الرحيم أليه قل هو الله أحد با الله الصمد سين وهذا يضم قرآن قرآن الأحرف هذا يعني كفر بما تقدم أعطيه الوراق هذا وقال خليها معك خلاص كتابة أباجاد النظر في النجوم قلات الكفة الفنجار هذه كلها من علامات الساحر يسأل عن اسم الأم وقد يطلب أمواله قد لا يطلب لكن يطلب منه شيء يعجز عنه يقول مرضك خطير ونحتاج حتى نفك السحر فار أعم فنجيب فرع أنا فار مبصر ما أستطيع قال عندي من يأتي به من أفريقيا أو قرد يتيم قرد يتيم كيف يجيب قرد يتيم قال عندي مفهوم يعني أشياء تأجز عنها تأخذ أموال سحروا أعين الناس واستغفوه الساحر يجعلك تتعلق به لا بالله وهذا عند بعض وقال يوم قال ترى أنا ما اسمه غير مسؤول عنك بعد ثلاث إيان كنت ربي نعم قال بابو بياني شيء من الواحسة حتى تشتنبها